أربع سنوات من التحقيقات الداخلية في قوى الأمن الداخلي أجرتها شعبة المعلومات أدت إلى عملية تطهير لم تقتصر على عسكريين برتب صغيرة وأنما طلت أيضاً ضباطاً برتبة عقيد العقوبات وصلت إلى حد الطرد حوالى مئة ضابط وألفي عسكري أحيلوا على المجلس التأدبي إذا أردتم بعض النماذج إليكم جرد عن أبرز الارتكابات التي كشفت عنها شعبة المعلومات في ترويج المخدرات حصلت أول حالة طرد في تاريخ المؤسسة في العام 2015 طالت عقيداً هو إليم علوف ورائداً لم نتمكن الحصول على اسمه بعد لترويجهما المخدرات داخل السجن رومي وتقاديما رشاوة بملايين الليرات في هدر مقدرات المؤسسة والتلاعب بها ترد العقيد محمد قيسي لقيامه مع العميد المتقعد محمد قاسم وعدد كبير من العسكريين بالتلاعب بمساعدات مرضية عائدة لعناصر قوى الأمن فكانوا يأخذون هذه المساعدات ولا يسلمونها لمستحقيها كما كانوا يتلعبون بمساعدة وهمية إضافة إلى توقيف النقيب محمد الرفاعي والعقيد أسامة بدران لقيامهما بالتلاعب بصفقة شراء محروقات إذ كان يشتريان محروقات ويدفعان ثمنها من دون أن يسلمها إلى المديرية في تسهيل الدعارة وقف عقيدين عن العمل هما وائل ملاعب وجاني حداد ملاعب الذي كان مسؤولا في قيادة الشرطة القضائية متورط بتسهيل الدعارة وترويج المخدرات وأبلاغ الشبكات وأصحاب محلات الميسر عن قرب حصول مداهمات مقابل رشاوة أما العقيد حداد فكان يتقادم بالغ مالية من صاحب أحد الفنادق الناشطة في ترويج الدعارة استغلال المركز وصل إلى حد قيام عقيد بالإتجار بالأسلحة وتسهيل نقيب من العويدات مرور حقائب مشبوهة في المطار وتستر ملازم أول على مطلوبين للقضاء أضف إلى كل ما سبق ملف الفساد القضائي الذي حققت فيه شعبة المعلومات والذي أثبت تورط ضباط وعسكريين وقضاط ومحامين وكتب في تقادر شاوة مالية من سماسر أوقف في حينه فاتخذت تدابير مسلكية بحق الستضباط وعدد كبير من العسكريين آخر الموقفين عن العمل هو العقيد هائميم يقال أنه متورط بقضية فقدان ست كيلو من الكوكاين وهو اليوم أمام القضاء العسكري هذه الإجراءات استدبعت بأخرى قضائية وهي أن أكدت على شيء فهو على أن ما من خيمة فوق رأس أحد تفاصيل إضافية دقيقة سنستعرضها في تقارير لاحقة مفصلة فبالمحاسبة فقط تستعاد هيبة الدولة ومؤسساتها